نشوف فرق الأسعار بين هنا وبرا تعالوا معاي أسف عشان غازم هون دي وقت غازم أروح 51% نجحت بالشلوت تعرف ان البلوجر مصطفى تورك يبقى ابن شقيك الفنانة المعتزلة حنان تورك مصطفى مش بس بلوجر بيمثل فيديوهات كوميديا على السوشيال ميديا ده كمان كان ليه ظهور قديم وهو طفله صغير مع عمته حنان في مسلسل أولاد الشوارع ومع كل خطوة بياخدها بياخد نصايحها في حياته مصطفى تورك قال ليه الشرف ان حنان تورك عمتي وباخد نصايحها في كل خطوة ولما تسأل مصطفى تورك هل تعود حنان تورك مرة أخرى للتمثيل كانت إجابة مصطفى هي في أحسن حال وما قدرش أقول إذا كانت هترجع ولا لأ بالرغم من ان مصطفى تورك ركز على دراسته في كلية الإعلام إلا ان شغفه بالتمثيل عاد من فترة مع العزل المنزلي خلال فترة كورونا مصطفى قرر استخدام مهارته في التمثيل لإصناعة محتوى الكوميدي مميز على السوشيال ميديا وكان الفكرة الأساسية هي تصوير يوميات عائلة تورك بيجسد مصطفى شخصيات مختلفة زي الأم الأخت الحمى الشرير وحتى الطفل الصغير بيبصاص التنوع في الشخصيات خلى عنده متابعين كتير جدا بجانب عمله كبلوجر مصطفى تورك بيزير مصنع للملابس لكن السوشيال ميديا بتمثل ليه هواية مسلية فيديوهات مصطفى مش بتقتصر بس على العيلة ده كمان بيقلد مواقف من الشارع زي سواء الميكروباص وهو ماسك كوباية الشاي أو تأخير الصنايع وهو بيشطى بشقة وكمان دخل عالم الفتيات وبدأ يقلدهم بشكل كوميدي وده اللي خلاه محبوب من ملايين الناس ووسل متابعي لأكتر من 2 مليون على التيك توك في فترة قصيرة جدا وفي مفاجأة كبيرة وبعد طول انتظار وكفاح على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تقديم فيديوهات مضحكة جاءت الفرصة لمصطفى تورك انه يشارك في فيلم بطولة النجم الاسباني انريكي ارسي وهو فيلم مرسم حصاد القاك فيلم مرسم حصاد القاك اللي هيشارك فيه البلوجر مصطفى تورك الفيلم بيجمع بالنجوم الكوميديا المصرية زي محمد صروت ومحمود حافز وغيرهم مع النجم الاسباني انريكي ارسي